موسيقى الفكرة جيتلي انها بتكلم مع ابني ان نزل مكان جديد بيلغي الهندي ميد فبدأت ان انا اطلع ما هوبت في الهندي ميد وعند بقية خشب فبدأت اشتغل عليها وطلع افكار اشوف فكرة جميلة معمولة جديدة ان انا طورها وطلع منها فكرة الورق برضو بدأت ان انا طور وطلع منها اشكال جديدة واشتغلت طبعا جوه الازاز وابدعت وطلعت الشغل الجميل اللي هو موسيقى موسيقى الشغل اللي عملته دون من خلال بقية الخشب الموجودة وطورت طبعا طلعت شغل كتير منه واشتغلت على الورق وكل ما جيب ازازة ابدأ افكر اعمل جواه ايه ومن خلال دراستي في دبلوم الحديد كنت بعمل محاور كتير وفي افكار كتير فانا بتخيل الشغل اللي انا بعمله ده اول حاجة ان انا ابدأ اتخيل بعد كده ابدأ اصمم الشغل واشتغل عليه انا عايزه يلف للاتجاه ده وللاتجاه ده اشتغل عليه وطلعه طبعا حسب ما انا متخيل الحمد لله موسيقى موسيقى فكرة الورق اه في فنانة شفتها الفنانة عالمي عاملها فبدأت افكر فيها وتخيل ازاي الورق يتمط وازاي يشتغل فيه فبدأت طبعا اقص الورق بمقاس دماغي واشتغل عليه وصعب جدا ان انا طلع منحوت على شكلي بان طبعا انا بقف جنبها فكل يعد لو فيها غلطة هيقول الغلطة هنا موسيقى 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 طبعاً أنا عايز أتمنى أن أخش معارض فنية كبيرة خارج مصر إن إحنا نقول مصر فيها فنانين كبار وأتمنى طبعاً إن كل أب وكل ولي أمر يخلي باله من أولاده إن هو يطور الفكر بتاعهم أي حد عنده ما هو بيحاول ينميها عشان يوصل برضو يكون فنان عالمي اشتركوا في القناة